السلام عليكم شباب وان شاء الله تكونوا في خير وصحة وعافية بنتكلم اليوم كالعادة في احد الخدمات المقدمة من بنك المواقع طبعا بنتكلم في ما يخص تطبيق البر كود وكل انواع البر كود وال qr كود وكل انواع الكود الخاص بالشكل المعبر بالارقام او بالمواقع بالروابط المواقع او حتى بالنصوص وايضا بتشتغل بدون انترنت طبعا بندخل دائما من القائمة الجانبية في بنك المواقع بعد الدخول او البحث اذا في حال متجد الرابط الحالي بتبحث في جوجل بنك المواقع بدون انترنت بتوصل لك الرابط بشكل مباشر وتتعلم كيف تحوله الى تطبيق من من احد الفيديوهات في القناة وبعض الخبرة في امور البنك المواقع نتعلم اشياء كثيرة جدا ولكن هذي بنشرح قدة خدمات ثابتة تعتبر من الخدمات المهمة هالذي بنستفيد منها في بنك المواقع بننقر على القائمة الجانبية بيظهر معنا في القائمة بيست سيرفيس الفينين وعشرين طبعا القائمة هذي ربما تتغير ربما يكون في تويبات اه اب وابناء بنتعرف كيفية مثل التويبات السفلية هالحالي هذي بننقر عليها الان طبعا الاشياء هذي بتقدر انت تتعرف عليها بمتابعة اي تحديث في الموقع وفي خدمة بنك المواقع بننقر على القارئ كل انواع الباركود موجود في لو من لاحظ تحت تحويل الصور الى نصوص بنقرأ 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 على قارئ كل انواع الباركود من لما نجرب الباركود على اي منتج موجود سواء كان في باركود او كان كيو ار كود بيقرأ بصورة سريعة جدا تمام لاحظ اي باركود او كيو ار كود يتم قراءته بصورة سريعة جدا طبعا طبعا صورة فيها على الضو هذا كده بس يعني بيقرأ بصورة جدا جميلة وجدا قوية وايضا بتعمل بدون انترنت في حال اه حبيت انك تغير الكاميرا حبيت تغير الكاميرا بتنقر اي كاميرا تحتاج سواء امامي خلفية الذي تفضل في حاب انك تختار من اه من اه من اي صورة موجودة بتقدر تختار من اي صورة موجودة عندك صورة جدا سريعة وسهلة في نفس الوقت